اشتركوا في القناة والتي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مدينة اكسبو دبي ورحب جلالة الملك المعظم بفخمة رئيسة جمهورية المجر واستعرض معها اوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وفرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتنموية والبيئية والطاقة وافاق تطويرها وتنميتها بما يحقق المنفعة المتبادلة واكد جلالته حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع جمهورية المجر بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالح شعبيهما الصديقين وأكد الجانبان السعي المستمر لتطوير أطر التعاون والاستفادة من الخبرات وفرص الاستثمار التي يتمتع بها البلدان لمزيد من الازدهار والتقدم في علاقاتهما وأشاد صاحب الجلال حفظه الله بما حققته جمهورية المجر الصديقة من نجاحات وإنجازات عديدة في كافة المجلات وبالأخص على صعيد التنمية المستدامة لكل ما فيه تطور ورقي شعبها الصديق كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأعرب الجانبان في هذا السياق عن شكرهما وتقديرهما لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافتها لهذا المؤتمر العالمي الهام وما وفرته من كافة الإمكانيات لإنجاحه وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في سبيل إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها تسريع العمل المناخي والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعا من جانبها أعربت فخمة رئيسة جمهورية المجر عن عميق شكرها وتقديرها لجلالة الملك المعظم لحرص جلالته على توثيق العلاقات الثنائية مع بلادها معربة عن التطلع الدائم لتطوير وتعزيز هذه العلاقات المتميزة بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين مشيدة فخمتها بمبادرات جلالته الإنسانية العالمية الرائدة الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون والحوار بين مختلف الثقافة ترجمة نانسي قنقر